اشتركوا في القناة اهلا وسهلا مرحبا بكم مجددا ضيفي هذا المساء شخصية جمعت بين عناصر عدة اصالة اخلاق الجندية الايمان الالتزام عرفته منذ عقود يوم كانت كتفاه تلمعاني بالرتب ميزته انه الباشا الجنتلمان الباشا المؤمن كان اماد صليبة وظل دوما من اتباع المعلم هذا المأدبي الذي ورد في مدينة الخارطة تعلم في بيت والده صليبة صليبة كيف يكون حاملا في سيرته اخلاق صاحب الصليب كان ضيف الخلوق جنرالا احترف الجندية عام 1964 ولمدة 35 سنة اثناء خدمته للوطن تقلب في العديد العديد من المناصب كان مديرا لسلاح الهندسة وكان امرا لواحدة هي في حينها من اهم الاكاديميات العسكرية عروبي احب الجيش العربي اتقن الجندية وتولى موقع مساعد رئيس هيئة الاركان للتخطيط والتنظيم ثم مساعدا لرئيس هيئة الاركان للتخطيط للإدارة ضيفنا انخرط في العمل السياسي فاتقن هذا العمل يوم ترشح عن مقعد النيابي في محافظة مادبة ومع ان المقعد كان مسيحيا وقلبه يعتمر بالايمان بالمعلم بالمسيح المخلص الا ان وصوله الى ذلك المقعد كان باتفاق اسلامي مسيحي فبايعته اصوات المسلمين وظل هناك ورغم انشغالاته العسكرية والسياسية لم يتخلى عن التزامه في ايمانه عن كنيسته وظل مؤمنا الباشا اماد صليبة معايعة هو رجل وحدة وتوحيد في عهده وبجهده واخوته في كنيسته اوجد اول مجمع للكنيسة الانجيرية ضيفي انا منحازن له لانه احبائي المتابعين من اخوالي انا بافتخر انه هذا الباشا من اخوالي هو ضيفي وعنده هذا المكنون هذا الكنز من الخبرة لهذا نطل معه هذا المساء على الكثير من الامور ومعكم نطل على ابو بلسم مرحبا بك علي باشا شكرا يسير شرفت اهلا وسهلا شكرا على المقدمة الرائعة اللي انا بخجل لا ابدا ابدا باشا ابدا الله يخليك شو بقول الباشا اليوم وهو ضيف على عينه على المشرق على نورسات نورسات الاردن انت اردني صميم وطول عمرك اردني صميم ومسيحي مؤمن ملتزم وجنرال ماذا تقول عن هذه الامسية افتتاحية بعدها المقدمة اسمح لي اشرب مي صح صح وهنا حقيقة انه نفتخر وانا افتخر بالذات بان اكون في هذا المقام وتحت ظلال نورسات الاردن وبمعية ابونا الغالي نبيل حداد اللي بالفعل نفتخر ان تكون هناك علاقة روحية وعلاقة جسدية مع هذا الانسان الذي نعتبره اينما حل تأتي الثمار الدسمة سيدي انا حقيقة كما ذكرت في احد المرات في احد محاضراتي دعيت من قبل الكنيسة الارثوذكسية ووزارة الدفاع البلغارية الى بلغاريا بحضور غبطة البطرك غريغوري بطرك تلك المنطقة وتكلمت مع عدة جنرالات متقاعدين من بريطانيا ومن المانيا ومن النرويج ومن الشرق الاوسط وكان لي الشرف ان اكون ممثلا لهذه المنطقة للمشرق للمشرق فتكلمت في محاضرة لمدة ستين دقيقة كانت بعنوان اي كل خطوة في حياتي هي مسيحية وكل خطوة في حياتي هي ايضا عسكرية والان استطيع ان اقول افري انش اي كريسجين افري انش اي سولجر اند افري انش اي بوليتيشن بعد ان دخلت معترك السياسي من خلال اشتراكي في البرلمان الاردني وهذا شرف عظيم لي فلذلك وكأنني البس ثلاث قبعات في آن واحد المسيحية والتي افتخر فيها والعسكرية والتي هي تكون كل جزيئات جسمي بعد خمس وثلاثين سنة من الاخراط بهذه العسكرية ودمي اصبح دم عسكري وبنفس الوقت السياسي التي عشت فيها اربع سنوات في مجلس النواب واعطتني قوة ومنعة كبيرة في هذه الحياة فهذه الامور جميعها استطيع ان اقول انني تربيت ضمن هذه الدائرة الدائرة التي عشت فيها واعيش فيها وعشت في وطن افتخر فيه في وطن لن استطيع الحصول على اي من هذه المكتسبات في غير الاردن في غير الاردن واقولها بامانة اتذكر كنت في دورة في الباكستان في عام ست وسبعين وصارت هناك ترفيعات للضباط الباكستانيين فقالوا لأول مرة في تاريخ الباكستان يترفع مسيحي الى رتبة لواء وايضا اقول شيء اخر في بلد الديمقراطي كما يدعون جيراننا في اسرائيل نعم تعرفت على شخص درزي كان عميد وبعد فترة رقي الى رتبة لواء بالتسعينات فقالوا اول درزي يحصل على رتبة لواء في اسرائيل اي سنة انت رقيت الى رتبة لواء انا رقيت الى رتبة لواء بالتسعينات بال 94 95 لكن انا سبقوني بعشرات السنين من ترفعوا وترقوا مسيحيين الى رتبة لواء وسبقوني اخرين رقوا الى رتبة فريق فنحن هذه الامور كانت امور طبيعية عندنا في الاردن عندما يقول انه هناك قائمة ترفيع وفيها اربعة خمسة مسيحيين رقوا الى رتبة لواء طبيعي ما حدا بستهجن هذا الامر لا ابدا وبنفس الوقت دعني اقول شيء بدام احنا نقول عين على المشرق اقول شيء انه الاشياء التي حصلنا عليها في الاردن كعسكريين من رتب ومن مراكز هي اشياء حقيقة نفتخر فيها لانها اشياء يعني كانت مميزة عندما اقول مساعد رئيس سيد الاركان بالتخطيط والتنظيم انا كل مال القوات المسلحة في يدي ومشترياتهم في يدي والتطوير في يدي وامور كثيرة في يدي فكنت انا مخول في كل الامور ما كانوا يقولوا هذا مسيحي وهذا غير مسيحي هذا يعني هذا يقودنا الى الاستنتاج البديهي انه هذا البلد هو نموذج فعلا نتحدث عن الدولة نتحدث عن جلالة الملك عن الهاشميين قوات المسلحة الاجهزة الامنية يعني هذه مدرسة تركز على ان جميع الامن هم الاغلى ولا لا تميز ولا نقول ذلك يعني تزلفا واحنا مش معاجه نتزلف احد هذه شهادة شهادة ضمير يعني المواقع اللي انت خدمت فيها بالجيش احكي اربع وستين وين بدأت انت وين بدأت اربع وستين كنت في الكلية العسكرية نعم لمدة سنتين نعم وانا لا اريد ان افاخر بنفسي كنت من المميزين في هذه الكلية يعني انا بأكد انا بعرف انه سيرت ابو بلسم سيرة طيبة نشك فيها احترافية وفيها واضح الوصول الى هذه الرتبة انا يعني يثير الانتباه انه الباشا عماد استلم مدير السراع الهندسة نعم وانا بدي اتوقف يعني بستة الاربعة وستين كنت مدير سراع الهندسة كنت في الاربعة وستين اربعة وستين خمس وستين ست وستين يعني هذا بذكرني 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 بانه مدير سراع الهندسة مسؤول عن الهندسة في المواقع العسكرية في كل وين اهم اكثر شغلة انت بتعتز فيها عملتها وانت بهذا الموقع مدير سراع الهندسة الملكي هذا يذكرني بشيء حقيقة يربط الثلاث امور اللي حكيتها العسكرية والدينية سياسية مع بعض نعم طلب مني من توجيهات المغفور له جلالة الملكي حسين الله يرحم روحه يعني ذكريات نعم ذكريات قوية نعم طلب ان نعمل خطة لازالة الالغام في الغور في كل منطقة الغور ولنجعل اردنا اخطر وان يكون بدل حقول الالغام حقول خضروات وموز وغيخلافه واشياء اخرى ساتي اليها نعم الشيء المميز عملت الخطة ولكن قبل هذه الخطة كان يدور في بالي دائما شيء مهم اقرأ بالكتاب المقدس ان سيد المسيح اعتمد في عبر الاردن وعبر معناها شرق اذا اعتمد في شرق الاردن اذا في منطقتنا في بلادنا فصرت ابحث عن هذا الامر وفي منطقة قريبة من الموقع النهائي انا وقائد الفرقة المسؤول عن المنطقة في ذلك الوقت عملنا زي مظلة زينكو حتى نستقبل فيها الزوار الكبار للاردن لنقول لهم هنا اعتمد السيد المسيح يعني اول اول خطة نواة نواة المغطس نعم ولا احد يعرف هذا الحقيق نعم وبالتالي بدأت وعملت طريق الى تلك المنطقة جبت الجرافات وعملت طريق امن نعم وفي احد المرات هذا بعد توقيع اتفاقية السلام هذا ولا قبل لا هذا بعد بعد نعم بعد اتفاقية السلام وفي احد الاوقات زارنا قائد القوة المركزية الامريكي اجا من فلوريدا سنترال كوماند سنترال كوماند يسا نعم واخذته على تلك المنطقة وقلت له لو سمحت اعطيني ايدك وانزل غزل وجهك في هذه المياه هنا اعتمد السيد المسيح انا قلت له هيك نوى يفلت من ايدي وهو برج جنرال كبير برج منطقة هول كبير نعم وارسل لي رسالة احتفظ فيها الى اليوم يعني اشي عظيم جدا مؤثرة جدا للاردن وبدأ يتكلم اشياء كثيرة عن الموقع مع قائد الجيش مع المرحوم عبد الحافظ باشا الكعاب فقال يا جماعة شو مسوي عماد فيه هذا قالوا يا سيدي اخذوا على المغطس وعمدوا هناك يعني يعني انت كون انت جنرال مدير لسلع الهندسة يعني ب ب احساسك الوطني الوطني العسكري والروحي نعم انت تحس بانه انت من اصحاب هذا المغطس معلوم يعني انت وريث وريث هذه الارض نعم هذا الحكي يعني انا بهنيك على انه انت كنت في تلك المنطقة اللي كانت مليانة الغام نعم بدي اتكلم نعم فعملت خطة لازالة الالغام بدأت هذه الخطة من منطقة المغطس لانه على قلبي هذا الامر نعم لانه بدأت الحركة الحكومية والامور والوزراء اهتمام اهتمام الله يطول عمره معالي عقل بلتاجي نعم رجل كفة ووفة نعم في كل الامور نعم لكن جبت دعيت كنت في يوم هندسي قلت بدي اعمل يوم الهندسي في منطقة الالغام وانه زيل الغام حية امام سمو الامير الحسن في ذلك الوقت نعم وقائد الجيش وعدد كبير من كبار الضباط وعطيتهم ايجاز وكان يزيلوا الغام الشباب الغام حية في الامام الواقع امام سمو الامير فسمو الامير يعرف الامور مسك ايدي بعد ما خلصنا مشي في منطقة هيك انا ويا لحالنا قال فهمني لماذا بدأت من هذا المكان قلت له سيدي سمو الامير هذا المكان هو مكة المسيحية نعم نعم هو مكة والآن والآن نتمنى من الله ان نستثمر هذا المكان نعم صحيح يعني هذا الاردن الذي يعني منحته ارادة الله واختارته لان يكون يعني الموقع الذي منه اعتلنا نعم لنا الله الواحد الثلوث الاقدس يا رب بارك هذا الوطن وبارك اهلنا جميعا امين وبارك مسيحينا ومسلمينا نعم ونتوقف عند عند هذا المغطس نتوقف عند نهر الاردن مع هذا الفاصل ثم نعود باشا اربع عشر وسام نعم يا سيدي انت اربع عشر وسام اخت نعم هيك بقوله احنا بنعرف انه هذا صحيح وعن جدارة اه يعني عندما عندما انهيت الخدمة العسكرية قديش قاعدت حتى انخرطت بالعمل العام كاذ ومتى قررت انك تدل الانتخابات يا سيدي حقيقة ابونا انه اه لما انهيت خدمتي قوات المسلحة وطلع لي تعويض عشر تلاف دينار عشر تلاف ومثين دينار اه رحت اشتريت فيهم تذاكر على اميركا اه الي ولا مرتي ولا بناتي ثنتين نعم نعم ورحنا على اميركا وقلت لهم ارجوكوا الان احنا في دور مفصلي الان خمس وثلاثين سنة انطوت وانتهت نعم واحنا شاكرين جدا لدولة تبعنا فبدنا نروح نغير الجو تبعنا فلما رحت وصلت الى كاليفورنيا اجت احدى الكنائس وانا بتقول احنا عاملين مؤتمر ديني واحنا حاطيناك متكلم رئيسي قل طيب انتو شو بتتنبأوا يعني انه انا بدي ااجي فتصور امنا انه انا مضيته هيك لكن بنفس الوقت بعد مباشرة ما انا انهينا الخدمة حتى ما يصير اي حديث لانه مرات الجهال بتكلموا اشياء غريبة دعيت العشيرة ومنهم ايضا اهلنا في اربد وفي الشمال نعم اشيرت المعايعة وقعت انا وياهم وقلت لهم بدي احكيلكو شي انا بحيي المعايعة الله يخلي وفي في ماذا الله يساعدك فقلت لهم بدي احكيلكو دخل القوات المسلحة بمعدل متواضع بالتوجيه وبطول اقصر الموجودين وبأقل كفاءة القامات ذات قاس بالسنتيمترات يا باشا نعم احكيلكو وقلت لهم يخرج بعد 35 سنة بثاني رتبة القوات المسلحة في ذلك الوقت ب14 وسام بثلاث شهادات جامعية ب6 دورات خارجية في امريكا بدورة في الباكستان في امور كثيرة في مؤلف لكتب في دورات عظيمة في مواقع لم يستلمها احد قبلي فهل يشكر هذا البلد او لا يشكر الذي جعل من هذا الانسان بهذه العظمة وهذه القوة فصاروا يزكفوا فاسكت كل الامور كل اي انسان يمكن ان يحتج بدهم اياني اظل 50 سنة بالجيش 55 سنة بالجيش لو تخلصوا رتبة لازم تعيدهم مشان تظل بالجيش هذه مش طبيعة يعني الانسان في بداية وفي نهاية اتممت شوطك اتممنا دورنا نعم صحيح ابدا ف وارسلنا برقية الى سيدنا انه شكرا على كل هذه الامور لانه كانت تربطني في علاقة رائعة يعني انا احبه من القلب ولا انسى احد المواقف مع عبدالله الثاني ابن الحسين عندما كان اميرا نعم بدي يزورني كان عادة يزورني ويشرب قهوة عندي في سلاح الهندس لانه على الطريق للقوات الخاصة نعم فيوم من الايام جاء قال بدي ازورك فقال اذا مشغول لا بلاش قلت لا شرف الي فانزلت استقبله وجدته في السيارة بسوق لحاله قلت سمو الامير شو مجيبك لحالك قال شو فيها قلت طيب السيارة بنشرت قال ما بتمنشر يا سيدي يا ما بصيرش ما بصيرش طيب احنا عندنا ميت امير زيك نعم قال لا انا كويس فدخلت المكتب انا وياه بتعرف شو قال لي قال لي ما فيش اشي مش جاي لا اشي بس انا كنت في اميركا اجيت عبالي جبت لك معي ساعة اجيت عبالي في اميركا جبت لك معي ساعة فما بعرف شو هالانسان اللي 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 فعلا احنا في قلبه حتى في اميركا نعم وفي ذهنه فهذه امور تجعلك يا الانسان متمسك بآل هاشم اضافة الى الوطن وبعد بعد هذه الرحلة الطيبة هالمسيرة اللي مليانة انجاز و يعني المواقع التي تقلبتم فيها كيف خطر ببالك ان تدخل الى معترك الحياة السياسية يا سيدي هذا سؤال كثير كويس انا ما ما دخلت هذا المعترك بطيبة خاطر جاءوا الي رجال العشيري وقالوا احنا بدنا واحد يكون الو نفس والو رغبة انه يدخل الانتخابات حتى يمثلنا لانه عشيرتنا ما دخلت ناس يعني خلال الفترات الماضية نعم ونجح ف قلت لهم كويس انا ما الي رغبة يعني لا الك رغبة واصروا ومرنا على كل فروع العشيري حتى الاقي واحد يقول انا بحمل المسؤولي وانا بدخل قالوا انتي اللي بتدخل نعم ودخلت برغبة العشيري وثم برغبة البلد نعم العشائر الاخرى وبنفس الوقت مش الشارع بس المسيحي الشارع الاسلامي نعم يعني تصور انه جماعة السبعاوية جماعة كبير سبع نعم اللي يسكنوا حول مادبة في هالمناطق في هالخيم كلهم اجوا يبايعوني كأني انا يعني فيه ولاية نعم وتستغرب انه بالفعل ما خلوني ادفع ولا قرش العشير ولا قرش واحكي بامانة لم ادفع ولا قرش لم يدفعوا لي ولم ادفع لاخرين وضعت في حملتي الانتخابية لافتين اللافتة الاولى تقول رأس الحكم مخافة الله واللافتة الثانية زي ما تفضلت نجمع ولا نفرق بدي احكي لك شي فعلا لمس قلوب الناس وهذه تعلمتها تعلمتها بالفعل من من هالخبرات الحياة اللي انا فيها كان فيه افتتاح للمقر واجأ دوري اني اتكلم بعد ما قدموني وبعد ما اتكلموا الاخرين وكان اكثر من 1500 شخص في المقر اكثر من 1500 شخص وهذا لكن انا تعلمت من الاخرين الطيبين اللي يحترموا الاخرين ويحترموا عقيدتهم ويحترموا مسلكهم انا تعلمت هذا الشيء وعندما وعندما وقفت ابونا بحب اقول لك كسبت الاصوات الكثيرة طبعا 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 ثم دخلت النيابة وجاءت النتيجة وكنت الاول ناجح والغريب لما شفت الصناديق ثلاثين الى خمس وثلاثين بالمية من الاصوات كانت من الشارع الاسلامي من المسلمين اخوانا المسلمين انا ما غصبتم ينتخبوني طبعا لكن كان في ود ومحبة وتلاقي وارتباط يعني تصور انه قرائبنا المعايعة المسلمين نعم في مادبة حملوا الوزر وكانوا يجيبوا الضيافة على المقر وكانوا يجيبوا الضيافة للمقر مشان يضيفوا الناس اللي بيقر فهاي هاي بتخلي الواحد انا يعني هذا الحديث الطيب يعني بذكرني بانه يعني واحد من الاسباب اللي من استضيف فيها الباشا عماد صريبة معايعة في هذا البرنامج خاصة في هذه الايام انه احنا مقبلين على الانتخابات النيابية والكلام الطيب اللي عم تحكي عن كيف يقدم ال اردني المسيحي كيف يقدم نفسه للمقعد المسيحي احنا طبعا سياسة البرنامج هذه المحطة انه احنا لا ننحاز لا لا ننحاز لا ننحاز لأحد من المرشحين نحن على مسافة واحدة حتى انا شخصيا عفوا انا شخصيا مش عم بتدخل يعني في هذه الانتخابات والسبب انه لانه الامانة والنزاهة تقتضي بانه نكون على مسافة واحدة من كل اخوتنا المترشحين بس انا بدي هذه التجربة ان ننقلها الى احبتنا الذين الان يقدمون انفسهم على انهم مرشحون لمقعد مسيحي يعني ايش ميزة المرشح اللي بنزل لمقعد المسيحي ايش ابونا خليني احكي لك شي انا سامحني اني اتكلم عن القانون الحالي قانون الانتخاب انا مش كثير متعاطف مع هذا القانون لا ارضى في المسيح ان يكون حشوة في كتلة سامحني احكيها في المطلق حشوة في كتلة يعني الكتل في مادبة 17 نعم كل كتلة بتدور على واحد مسيحي حتى يحطوه لازم يكون في واحد مسيح ولازم تكون في انسان مرشح انا مش مع الصوت الواحد لكن مع قانون ان يعطينا تطور اكثر وقيمة اكثر للمسيحي ان لا يكون مجسوس في هذه الكتلة ليش لانه اذا نجح هذا الانسان يكون قد نجح باسوات اخرين لم يكن هو المعني مش هو المعني نعم في القانون ابدا هم كتلي بدأ ارشح الكتلي كلها واريح لي وظل طالع ويجي له اصوات اربعة تلاف وخمس تلاف وثنان مش هذا انا برأيي انه تتعدل الامور بنفس الوقت اتمنى على احبائتنا المسيحيين ان يظهروا شيء سامحني اقول هذا الحك من مسيحيتهم في حملاتهم وليس ان ينجروا الى الكتلة اللي محهم الكتلة اللي محهم حقهم كمان لهم عقيدتهم وإيمانهم وانت اليك ايمانك وعقيدتك فكيف تستطيع ان تفصل نفسك عن الكتلة لتظهر ما انت في قلبك من هذه الامور من هذه الامور هذه الاشياء بتخلي الواحد انه ينظر انه يكون فيه هنالك استقلالية افضل من هذا من تجربتك النيابية وهي تجربة ثرية وانا من الذين سعدوا بمتابعة دورك ونشاطك في مجلس النواب ايش دور ايش بتشوف الان وانت ترقب وتعاين وتشهد وتتابع مشهد المجتمع المسيحي ماذا تطلب ماذا تطلب او ماذا تنصح ما هي المشورة كيف ترسم لنا صورة المرشح للمقعد المسيحي المرشح او الناعب المرشح اللي بديها يوصل للناعب طبعا نعم المرشح ان يكون نقي نظيف اي واحد لازم يكون نقي نظيف وان يكون محب المحب هي اللي بتجيب النتائج محب وان ينظر الى الاخرين الذين ينافسوه كاخوة صدقني انه لم انظر لأي من الاربع الاخرين اللي نزلوا منافسين الي الا في المحب ولم انسى عندما كنت انا في خضم بعد النجاح وكانت خنقول اعداد كبيرة في المقر في الليل وجدت الناس اللي كانوا ينافسوني يدزوا حالهم بين الجموع مشان يصلوا الي ويهنوني هاي المحبة يعني الانتخابات وقتية نعم لكن المحبة دائمة والعلاقات ماذا عن الدور بعدها عن دور النائب المسيحي لا اقول لك دور النائب المسيحي يعني انا انا اتحدث عن المرشح الآن ثم نائب ثم نائب يعني يعني ايش بتدي الوعظ والارشاد والتدريس في المساجد والكنائس فهذا يعني موضع حساس طبعا يوم الايام كان فيه مشروع مشروع قانون الوعظ والارشاد والتدريس في المساجد في المساجد انا ورئيس ورئيس جامعة البيت في ذلك الوقت نعم وعن اليمين جماعتي اللي هم اللجنة ومقابلي كان عدد كبير من النواب من جبهة العمل الإسلامي فهتصور هالإنسان المسيحي في هذا البلد يدير مناقشة بشروع هذا القانون نعم هذا القانون وكتبت بعض الصحف الأمريكية عن هذا الحدث مسيحي يدير جلسة مشروع قانون كذا كذا فكان امتياز عظيم جدا حتى لما دخلنا القبة ومن ناقش أجي مرة وزير الأوقاف بيحتلال رئيس المجلس عبدالهادي باشا بيقول له رئيس لجنة التوجيه حكا هيك قال له معاليك رئيس لجنة التوجيه المسيحي مالك علي نتوقف هنا نتوقف مع هذا الفاصل يعني هذا الكلام الطيب يؤكد على أنه هذا الأردن هو مميز والأردنيون ينبغي أن يكون دوما متميزين نتوقف مع هذا الفاصل ونعود أحبتنا متابعي عيننا على المشرق نعود ومعنا ضيفنا عماد باشا معاي سيدي آخر إشي حنا توقفنا عند البرلمان في قبة البرلمان وأنت ترأس لجنة التوجيه الوطني والمناقشة قانون ما قلت لي إيش مؤهلات النائب المسيحي أخلاقيات النائب المسيحي محبة بس إيش شو لازم يكون عنده ما لازم يكون عنده رصيد من الخبرة من التعاطي مع الشأن العام يعني كيف كيف ترى خاصة إنه أنت لما نزلز الانتخابات كان القانون على النظام الصوت الواحد الصوت الواحد نعم نعم يعني كل واحد وزنه كان وبالتالي يمكن هاي أنا مريضيش أناقش كثير قانون الانتخاب بس أنت عندما تنزل على الصوت الواحد بورجي قديش أنت إليك وزن إليك في أنا هذا رأي أما أن تكون ضمن ضمن كتلة يعني إذا أنت حشو بسموه حشوة يعني أبونا إذا كتلتك قوية أنت نجحت كتلتك ضعيفة ما بيجيب أصوات والكتلة بتدور على واحد قوي يجيب لها أصوات معه يعني كما سي أما في ناس بيجوا صدقني يعني بدون مؤاخذة مش لهذا الموقع مش لهاي مش للمجلس النيابي أبدا إحنا نحتاج نحتاج يعني سامحني أقول نحتاج إلى النائب المسيحي يكون مثقف نعم أن يكون ملم بالسياسة يا سلام أن يكون عنده ثروة أخرى وبنفس الوقت أن لا ينسى الشريحة التي يمثلها لا ينسى الشريحة التي يمثلها أنت تمثل أنت تسع نواب في مجلس النواب نعم تمثل الشريحة المسيحية أتمنى عليهم أن يجتمعوا كل شهر مرة ليناقشوا بعض المشاكل الكنسية أو بعض المشاكل اللي في هالشريحة تبحهم إحنا أعدادنا في الأردن فوق الميتين ألف يعني هذول عندهم مشاكل أنتوا بتحلوها أنتوا بتحلوها إذا بدهم حقوق معينة قد تكون حقوقهم مهضومة قد تكون كنيسة من الكنائس ما أعطوهاش ترخيص معين وين بدهم يروحوا بدهم يجوا على النائب فنوابنا سامحني أقول أنه للأسف الشديد ينجحوا ويدخلوا في هذا البحر وينسوا من انتخبه هو يحتاج إليهم هم ما بيحتاجوا إنك تيجي تحطيهم مصاري وقروش يحتاجوا أن تجعل كرامتهم موجودة وحقهم موجود وحياتهم أن تكون كريمة في هذا الأمر أنا ما بدي أجي إلى واحد أتوسط إله لكي أخذ حق الآخرين وأعطيه أما إذا آخرين أخذوا حقه أنا يجب أن أدافع عنه حتى أرجع حقه هذا دور النائم إيش الإشي اللي بتفتخر فيه عملته أنت بفترة وجودك في البرلمان أو في البرلمان بدي أحكي شي أنا حقيقة كنت مع الجميع مع الجميع مكتبي كان مفتوح لكل الناس المسيحي والمسلم اللي من مادبة واللي من طبقة فحل اللي من الأزرق أو من يعني أو من العقبة كنت أفتح يعني كانوا يجوا يقولوني طيب إحنا النائب اللي انتخبنا رحنا عليه نسكر مكتب وما بدوش يستقبلنا فهذا الأمر كان يعطيني فرح أساعد أساعد واحد بده معالجي واحد بده كذا يعني أنا باب أقول أنه هذا لكن بنفس الوقت في مادبة كان لي لجنة أكثر من عشرين شخص من أي سنة إلى أي سنة كنت بالبرلمان من 2003 إلى 2007 نعم كان إلي لجنة من أكثر من عشرين شخص منهم اليساري ومنهم اليميني منهم المسيحي ومنهم المسلم منهم الشيوعي ومنهم البعثي كل أطياف كل أطياف مادبة وعندما يكون في أي مشكلة معينة أو أنا بدي أرد على شيء معين نعم أو خنقول ثقة في الموازنة أو أي أمر يحتاج إلى دراسة معينة يجتمع الجميع ويعطوني تفاصيل ما يريد أن أتكلم بإسمه فكنت عندما أذهب وأتكلم كل الأشياء عندي موجودة محوظة كنت لم أتكلم بإسمي كنت أتكلم بإسم هؤلاء العشرين شو أبرز القوانين التي تذكرها التي تم تمريرها في مجلس النواب أنا حقيقة بعض القوانين التي لم يسمحوا في تمريرها مثلا القتل الشرف جرائم الشرف قانون أربعين مادي ليس منذكر هاي كنا نسعة ونسعة ونسعة أنه بالفعل أنه نحد من هذا الأمر مش من الله أبدا ولا مذكور في أي دين ولا بأي كتاب سماوي مش مذكور فلذلك كان بودنا أنه تمر هذه الأمور في تحديد مهين وأن ينال أكبابه من يقتل كقاتل كقاتل مش أنت اللي تحكم الله اللي بحكم من منكم بلا خطيئة فليرميها أولا بحجر بحجر نعم صدق أبونا هذا الحكي الصحيح فهذا ما مر نقطة ثانية كان في بعض القوانين حقوق الإنسان نعم حقوق الإنسان تصور أنه كنا نحاول نمرر مادة معينة ووقفوا بعض الناس المعارضين نعم وجلالة سيدنا كان في أمريكا أبدا بلشوها الصحافة الأمريكية مع جلالة الملك إنه شو عملوا جماعتك في الأردن فاتصل قال يا جماعة شو الموضوح شو اللي عاملينه وكان أمر يعني إنك تدخل كل الدول المحيطة بما فيها خلينا أقول إسرائيل نعم جماعتنا أبدا ما عدا ما إحنا يا جماعة تربطنا معاهدة السلام ما عدا نعم المعادة جابت لنا الدور هناك في أمريكا في أمريكا نعم فارجعنا وتناقشنا مع الأعيان وردوا القانون بالرفض وارجعنا ناقشنا عليه وعدلنا بعد 2007 يعني بعد هذه الرحلة في في البرلمان وبعد ما سمعنا منك خبرتك الآن لو لو بدك تمرر القانون بهم المسيحيين إيش القانون بتمرر بالبرلمان الآن قانون بهم المسيحيين نعم الميرات مثلا الميرات وانت جبت على الوجع نعم اللي بدأ أحكيه إحنا منشتغل صار لنا فترة مع عدد من رجال الدين مع عدد من المحامين وأنا مشترك معاهم نعم كرئيس مجمع نعم نعم و مع نقل نعم شايف بنت إليا نعم 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 اللي هي محتضنيتنا في بيتها يعني نعم نعم وعملنا مسودة قانون أن يعطي حق للزوجة كالزوج مش للمرأة كالرجل نعم أن لا يكون هناك الرجل يأخذ ضعف المرأة ووضعنا هذا خلينا نقول القانون مسودة القانون وكانت مغطية كل الأشياء وحقيقة لأنه بالفعل يعني إحنا كمسيحيين ما في إشي بلزمنا أن نمشي على شريعة أخرى لأنه إلا ما حاكمنا نعم إلا ما حاكمنا وهذا الأمر تعطينا راحة نفسية طبعا صحيح أن يكون هناك حق المرأة أن لا يهضم نعم لكن للأسف الشديد أنه لا يزال المسودة هذا القانون تتراوح مكانها نحن نحتاج نعم رجال الدين يوقفوا ووقفوا واحدين ونحتاج البرلمان القادم يقف وقفة رجل واحد نعم المسيحيين زي ما أنا حكي بتحس إنه هذا الموضوع الآن حدا بيحكي فيه من الإخوة المترشحين صدقني ما سمعت أنا ما سمعت ما سمعتش ولا واحد لأنه هم هم هسه ما بقدروش يدخل بدهم ينجحوا هلا بدهم ينجحوا هلا بمشوا في أي أمر بدك إياه عشان ينجح عندما ينجح أنا بدي إياك بس تنجح نعم أطلبنا أطلب هالناس أطلب خلينا نقول رجال الدين يعني أنا بتذكر كنا نجتمع رجال الدين مع رجال الدين نعم صدقني كانوا يعني الروم واللاتين والكاثوليك والكل يدعينا نعم صحيح يدعينا ونتغدى ونتعشى وهذا ونحكي ونحكي ما بعرف ليش انطمست هذه الأمور انطمست هل لا ترى لأنه صارت اتجاهاتنا بعيدة هذا الأمر بيجعلنا أحيانا نقف موقف يعني الفاشل خلينا نقول نعم في بعض الأمور نتمنى أنه عندما ينجح أحبائنا وربنا يجيب لشخص الأشخاص المناسبين سواء أخوات أو أخوة في البرلمان وأن يعني أنا بوعدك وهي أنت موجود أنه ندعيهم عندي في البيت وعلى شرفكم الله يدينهم تعالوا يا جماعة تعالوا يا جماعة نعم يعني خلينا نلملم حالنا ونعطي صورة حية على هذا الميراث على الميراث على الأقل نكسب شيء ولا ننقص قيمة المسلم ولا عقيدة المسلم ولا أدخل فيها طبعا أبدا أحترمها احترام مطلق طبعا مطلق والمسلم يعني ما بلزمك أنك أنت تتقيد بشريك لا أبدا أبدا يحترمك يحترم كل الأمور أين ترى التأخير والخلل الخلل أنا بقول البرلمان له دور وما عمل دوره الآن داخل الجماعة المسيحية داخل الجماعة المسيحية بعض رجال الدين متحفظين سامحني أقول نعم متحفظين وبعض سكان الأردن متحفظين ومنهم أكثر شيء في الشمال نعم نعم بدهم مش يعطوا البنت وينه يروح تروح رسقتنا على باعتبار أنه باعتبار أنه هذا نهج ليس مش ديني مش ديني لا اجتماعي هذا وراثي نعم اجتماعي وراثي غير قانون الميراث إيش بتحب إيش بتشوف أنه يعني بسبب تجربتك النيابية البرلمانية إيش في قانون قوانين أخرى وبتحس أنه يجب أن تهتم فيها يعني الشخصية البرلمانية الناجحة لتمثل المقعد المسيحي ما بخترني بشي يعني المؤسسات التعليمية المسيحية تعليم الديني المؤسسات بسمحلي المؤسسات التعليمية المسيحية نعم ما أخذح حقوقها صحيح ما أخذح حقوقها بتحدث عن تعليم الديني المسيحي أبونا تعثر لسبب واحد أنه ما في توحيد مناهج وسيستم ميكانيزم معين آلية معينة للتدريس مين توحيد أي منهج؟ مناهج الدين المسيح مش متفقين ما دام المسيحية مش متفقين بدنا نتوقف هون ونرجع نحكي عن الوحدة المسيحية وعن دورك في الوحدة نتوقف مع هذا الفاصل نحن في أمس الحاجة في أمس الحاجة إلى أن نكون مسيحيين معا أن نكون عائلة واحدة نتوقف مع هذا الفاصل ونعود نعود ومعنا ضيفنا أبو بلسم أبو بلسم وأنت تتحدث عن الميراث الله يعطيك العمر وكثر أمثالك يعني أنا بمبسط لما بشوف بشوف أنه الباشا هو أبلي كريمتين بنتين أنا قرأت مرة أنه أنت عندك عندك بنتين وعندك ولدين اللي هم هنا سائبك صهرين نحن نسلم على أم بلسم وعلى البنات وعلى أصهار والأربع أحفاد الله يخليهم يعني أنا أسر على أن بدي أخذ منك كلام بدي أسعب منك يعني أنت ما بتحس أنه في تقصير في تقصير عنا إحنا فيما يخص دورنا في إظهار الروح المسيحية يعني في الأسرة وفي المجتمع وحتى الوحدة المسيحية ضمن الأسرة المسيحية الاجتماعية ككل قبل شوي أنت توقفت قلت لي أنه مش بالتفقين نعم نحن نعرف في الأردن أنه عماد باشا معايا هو رئيس المجمع رئيس اتحاد مجامع كنائس الإنجيلية في الأردن والأراضي المقدسة كلها يعني من هون للبحر أبيض وتوقف فلسطين فلسطين الـ 48 يعني أنت بهذا الوقار وبهذه وبهذه سيرة طيبة ولما تكون جنرال يعني لك دربة متمرس في القيادة وين شايف الوحدة المسيحية اللي اللي هي تبدأ من الأسرة إلى أن تنتهي إلى الجماعة المسيحية وشايف نحن قصرين وليس مقصرين وبدي أسمع منك بصراحة أبونا شكرا على هذا السؤال بالنسبة للأسرة إذا لم يكن سيد هذه الأسرة السيد المسيح لن يكون هناك سلام في الأسرة إن لم يبني الرب البيت إن لم يبني الرب البيت فباطل يتعب البناء النقطة الثانية النقطة الثانية المهمة جدا في حياتنا إن لم يكن الكتاب المقدس دستورنا في البيت نقرأ كل يوم لا نستطيع أن نبني أنفسنا في الحياة المسيحية الحقيقية كأسرة إحنا للأسف الشديد ينقص ده عنصر التماسك يعني أحيانا بحطه مواد في البناء اللي هي بسموها الكوهيجين فاكتور اللي هي عامل التماسك فإحنا نحتاج هذا العامل عامل التماسك كلمة الله كلمة الرب وبنفس الوقت يعني أن يكون السيد على بيوتنا الرب يسوع آمين هذه النقطة النقطة الثانية نتوسع أكثر ونطلع أكثر في الأردن أو في عالمنا المسيحي فيه هناك أربع عائلات مسيحية نعم الأرثوذوكسية الأولى والأرثوذوكسية الثانية ما بديش أدخل في تفاصيل نعم نعم ثم الكاثوليكية وبعدها الإنجيلية العائلة الإنجيلية هذه يعني كويس أنه أصبحت في عائلات وليس طوائف كلمة طائف مرات بتأثر على نفسيتي وعلى لأنه الطائف تعني يعني خلينا نقول مش يعني مش كلمة مقبولة نعم مقبولة باب توحد كنيسة كنيسة أو عائلة أو العائلات نعم 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 عندنا هالعائلات الأربعة نحتاج إلى أن نكون كما قال الرب يسوع المسيح في خطبة الوداع في إنجيل يحنى صاح 17 نعم ليكونوا واحدا ليكونوا واحدا أنا لا أريد أن نكون واحدا في القيادات ولا أن نكون واحدا في الكنائس ولا أن لا أنا أريد أن نكون واحدا في شخص ربنا يسوع المسيح وكلمة الرب هاي اللي بدأ أكون واحد يعني أنا كثير مرات كنت أتمنى أنه نجد أنه رجل الدين بالعائلة الإنجيلية أن يذهب ويتكلم في كنائس العائل الكاثوليكي ورجل الدين في العائلة الأرثوذوكسية أن يأتي يتكلم بالكنائس الإنجيلية أنا انبسطت كثير يوما ما لما دعينا البطرك فؤاد الطوال واتكلم في الكنيسة عندنا في أسبوع الصلاة نعم وكم أتمنى أتمنى مستقبلا أن أرى أبونا نبيل حداد من الكنيسة الكاثوليكية نعم أن نفتخر أن يكون في وسطنا وأنا أعرف أنك دائما أنت في وسطنا نعم ما بدي أمدح لكن دائما في وسطنا نعم وأن لا يكون هناك موانع ما فيش عندنا موانع أنا بشوف علاقتك مع الكنائس الأخرى يعني في تزاور في احترام أبدا يعني لما بصير مناسبة عند اللاتين عند الكاثوليك عند الأورثلوكس بعرف أنه هناك زيارات بينكم وبين أصحاب السيادة المطارنة نعم يعني هل هناك هل هناك هل ترون يعني أنت عم تحكي عن أنه الوحدة تكون حول الرب يسوع نعم مش حول القيادات ولا بدنا لا بدنا أبونا أقول لك شي سدقني أنا كل إنسان فيهم أحبه من القلب ويا ما كثير أنا أفتخر أنهم زاروا بيتي وقعدوا عندي و يعني كانت أمسيات رائعة نعم شايف وزاروا الكنيسة وأتمنى أن يتم هذا الأمر باستمرار يعني إحنا دائما نسعى نسعى أنه يكون في وحدة كنسية ليش نعم نقوي بعض نلم بعض نسند بعض في كل الأمور فيش إشي إحنا نطمح يعني شوف كويس الإنسان بقدر يحكي لأنه ما عنده أجندة معينة نعم صحيح إحنا مش أصحاب أجندات نعم إحنا هذا البلد خيره مغطينا بعد خير ربنا جميعا طبعا نعم صحيح والحكومة أو خنقول جلالة الملك والعائلة الدولة والحكومات معطينا حق معطينا حق طيب إحنا ما نعطي حقوق لبعض ما نعطي حقوق لبعض هذا الإشي أحيانا يحسن يعني أنا كإنجيلي سامحني أقول وخليني بهم مش تحملني في الموضوع فضل كإنجيلي وعندي أنا أعداد كبيرة بالألاف في كنائسنا الإنجيلية ونحن من العائلة الإنجيلية نعم مش بعيدين ونحن من العائلة المسيحية بنفس الوقت نعم لماذا أحيانا نجد أنفسنا خارج الدائرة يعني مرات كثيرة بندعي إلى احتفالات معينة أول ما شوفه اللواء المتقاعد عماد باش بديش هاي الحكي ما بتقربني عليك ولا بتقربك عليك أنا بدي تقول لي أنا فلان فلاني رئيس مجمع الكنائس الانجيل وأهل وسهرة فيك هذا اللي بدي إياه أهل وسهرة فيك رئيس مجمع وأهل وسهرة فيك نائب أسبق وأهل وسهرة فيك باشا بس لا الباشا اللي فيك أنا يعني أنا أؤكد على أنه اللي تفضلت في ونحن نحكي عن المرشح بالمحبة إذا المرشح مطلوب يكون عنده محبة أنا بقول أنه إحنا كمسيحيين لازم أن نتميز بهذه المحبة وليكونوا واحداً أنا بشوف بشوف قداسة البابا فرانسيس هذه القامة الروحية الرائعة الرائعة اللي أعطي أعطينا مثل هو قدوتنا بالتواضع وعم بجمع هالناس إحنا ليس عندنا ترف وقت للترف إحنا عندنا وقت وأنت كتبت في موضوع إدارة الوقت أنا بدأت أتحدث عن الوقت في استثماره للحب للوحدة ليكونوا واحداً باشا أنت أكرمتنا الله يسعر بس بدي أحكي شغلة بسيطة دقيقة طبعاً طبعاً عند إحنا بدأنا مع بعض الأحباء عن الوحدة في بين الأردن والجليل نعم إنجاز التعبير هي شمال فلسطين نعم وفلسطين نعم وأجدنا هذه الوحدة أو أوجدنا هذه الوحدة صدقني أبونا لما أعلن الوحدة في كنيستنا في الأردن طبعاً أجد جميع وكانت من كل الطوائف موجودة نعم والتلفزيونات وهالأمور وعندما قرأت ميثاق الوحدة ووقعنا ميثاق الوحدة كانت الناس تبكي وبحب أحكي لك شيء أتمنى أن ترافقنا يوماً ما بعد ما تنتهي إن شاء الله الكورونا إن شاء الله ترافقنا في زيارة إلى تلك المناطق وتشوف المحبة اللي موجودة إحنا أصبحنا بتعرف يعني أصبحنا نتعاطف مع أحبائنا في فلسطين وأحبائنا في الجليل هذول يفتقدوا إلى صح أنا لما بنيت الجسر بيننا وبينهم الشمال نعم قلت لهم يعني أنا لما أجت وحدة وعبطتني اختيارة بهذاك الوقت كنت أنا شاب عبطتني أي سنة بسنة الأربعة وتسعين آه لما بنت الجسور أنت بنيت الجسر الشيخ حسين نعم ولما بنيت أنت طور عمرك باني جسور الله يسعر ولما بنيت لما بنيت عبطتني وقالت لي أنتو خليتونا نتنفس لأنه أول مرة منفذ أهل الجليل نعم بيطلعوا بطريق بري نعم فلذلك هذول الناس إحنا كسبناهم كل يوم بيتصلوا معنا كل يوم بيتصل معهم وكذلك أهل فلسطين لما كنا نروح عليهم يعني تصور اللقاءات بتهاوش ومين بدو يدعينا نعم وعندما أصيبوا بالكورونا كنا كل يوم نصلي وكنت أنا حتى أتوسط مع بنت عمنا وزيرة السياحة في فلسطين نعم رولا معايا نعم رولا معايا نخوالا نعم صحيح شركت لويها بمؤتمر وكنت قريبا رائع وهذا أبونا أنا بتشرف أني أكون تحت هذا عين المشرق الله خير احنا بدنا عين مش عين عيون على المشرق لأنه بعض العيون لكن عين على المشرق غطت الكل نعم غطت الكل باشا الحديث معك يعني له نكهة مميزة يعني أنت شبيكة الله يسعدك شبيكة من المعادن الثمينة المعدن الأردني المادباوي المضمخ هيك في نكهة نكهة نتعلم منك نكهة التاريخ نتعلم منك أبونا ومعدن ذهب إيمانك المسيحي وهذا الإيمان وهذا الرسوخ وخبرتك جنديا وجنرالا أنا أرى أنه يعني الذين خدموا في الجندية خدموا العسكرية وتعبوا وأنت تعرف الأردن حافظ الأردن عن غير حافظ خاطرة الأردن فأنت أردني صميم مسيحي راسخ وأنت مخولي الله يسعدك شرف إليك نحن نحن سعداء أنك أنت مررت علينا في عين على المشرق هذه هذه فرصة كانت فرصة طيبة دائما بدنا نصلي أن يكونوا واحدا آمين 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 لأنه ليس عندنا وقت إلا لبناء الجسور إذا إذا لم نكن نحن لنواحد يعني إحنا نكون ضد الواحد في الثالث آمين آمين إحنا إحنا واجبنا أن نحب بعضنا بعضا أن نحب الناس أن نحب هذا الوطن بكافة مكوناته وأن نكون شهود إله شهود إله شهود للمغطس اللي أنت اللي أنت نزعت ألغامه آمين آمين إحنا نفتخر فيك نفتخر أنه جنرال باشا إحنا بقول مثلا فكرنا الباشا باشا إحنا الباشا منعرفه باشا مش فكرنا إحنا منعرف أنه الباشا باشا آمين نحن فخورين فيك وشكرا على أنك يجين شكرا شكرا أنك أنك أنت رئيس المجمع الإنجيلي الاتحاد المجمع الأردن وفي الأراضي المقدسة شكرا لأنك أنت النائب الأسبق شكرا لأنك أنت الجنرال المتقاعد ولكن متقاعد من خدمة العسكرية بس ما زلت أدي هذه الرسالة أنت قام أنت كنت قصير بالطول لما اختاروك مش عارو كيف مش عارو كيف تقول قصفي ناس أكثر ولكن أنت دائما قام المنتصبة في قلوبنا وفي ساحات في ساحات الوطن شكرا لك مجددا تحياتنا لك وللأسرة الكريمة ومن حي بنتك بلسم اللي رافقتك إلى الستوديو هنا يعني بدنا نسلم عليها ونبلغ كمان تحية من خلال هذا دكتور فراس الزرقات ابن الباشا يعني بنت الباشا ما ابن الباشا فأنت باشا الله يعطيك العمر وخليك وتحياتنا للأسرة ولكل متابعينا شكرا لكم أحبتنا عين على المشرق ستبقى دوما هذه العين التي تؤمن بأنها تحمل رسالة وهي تنظر هي تعطي الكلمة وسنبقى أبناء هذا المشرق الذي يعتز بأن نجم المعلم ما ظهر إلا في المشرق إحنا مطلوب منا أن نكون نجوم نجوم لامعة مضيئة في مجتمعنا تحياتنا مع دعيتنا والبركات وإلى لقاء الأحد القادم شكرا لكم شكرا 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 كثير على هالكلمات الرائعة يعني خجلتنا في هالكلمات خجلتنا في هالكلمات نور ست لهم صلوات ليل ومي محب وخير نور ست ليل ومي شكرا شكرا للمشاهدة